إزاي تبقى Certified Process Safety Professional من Center for Chemical Process Safety التابع للجمعية الأمريكية المهندسين الكيميائية في البداية حابب اللي أنا أوضح إن التايتل ده موجه للي عندهم خبرة جيدة بالبروست السيفتي طيب اللي ما عندوش خبرة في البروست السيفتي يعمل إيه؟ ده اللي أنا بسجل الفيديو عشانه واللي هجاوبه في نهاية الفيديو قبل ما اجاوب عن السؤال حابب اللي أنا أوضح عملية الحصول على التايتل إيه الخطوات اللي إحنا بنمشي عليها عشان أبقى Certified Process Safety Professional اللي عملية بتتم على مرحلتين المرحلة الأولى هي عملية تسجيل الابليكيشن وإمكانية الدخول للامتحان والخطوة الثانية هي اكتياز اختبار CCBS نيجي نتكلم دلوقتي على المرحلة الأولينية وهي مرحلة التسجيل لدخول الامتحان عشان أقدر اللي أنا أسجل فوش الامتحان محتاج أول حاجة اللي أنا أدخل على الموقع هسيبه في الرابط في الـ Description بعد ما هتدخل هتدوس على Application Details عشان يوريك حاجات اللي إنت محتاجها عشان تسجل الابليكيشن بتاعك عملية ملق الابليكيشن بتتم على عشر خطوات الخطوة الأولينية هي اللي إنت بتفتح Application جديد أو بتعمل Update على الابليكيشن أنت كنت مسجله بالمناسبة إنت معاك فترة زمنية مدتها سنة بتقدر في أي وقتهش وتعمل Update للأبليكيشن بتاعك الخطوة الثانية بتبدأ تملك كل البيانات الشخصية خاصة بك الخطوة الثالثة أنا بعمل Attestations Attestations هي اللي أنا وبأكد اللي أنا سجلي الوظيفي نظيف ومفوش أي أعمال مخلة خطوة رقم أربعة بتكلم فيها على سجلي الوظيفي وبتكلم على كل الوظيف اللي أنا اشتغلتها ونسبة الـ Process Safety في كل position أنا مساكتوه طبعا لو أنا كنت Process Safety Engineer نسبة الـ Process Safety خطرة أنا اشتغلتها بتكون مية في المية لو أنا كنت مهندس في أي تخصص تاني بحط النسبة اللي أنا بقدرها اشتغلت فيها أو احتكيت بعناصر اللي هي خاصة بالـ Process Safety أما الخطوة الخامسة فبيطلب مني كل الشهادات المعتمدة اللي لها علاقة بالـ Process Safety الخطوة ديات مهيش إلزامية ولكن وجودها بيدي كريدت كويس للـ Application بتاعها نيجي بقى للخطوة الرقم 6 الخطوة الرقم 6 بتبقى مركزة على المؤهل الدراسي ولو أنت كنت خارج كلية علوم أو كلية هندسة فبيبقى طالب منك خمس سنين خبرة لكن لو أنت كنت خارج أي كلية أخرى فبيطلب منك خبرة عشر سنين نيجي للخطوة الأهم وهي الخطوة الرقم 7 في الخطوة الرقم 7 بيطلب منك اللي أنت تثبت قدرتك على معرفة المناجيريال والتكنيكال السكيلز الخاصة بالـ Process Safety عشان كده الخطوة ديات بيعرض لك العشرين إلمنت الخاصين بالـ Risk Based Process Safety ومنك اللي أنت تكتب كل خبرتك وكل مشاركاتك في كل إلمنت طبعاً مش متوقع اللي أنت تبقى ملمة بالعشرين إلمنت ولكن كلما كانت خبرتك أكبر واحتكاكك أكتر بالإلمنت بتاعت الـ Process Safety فده هيديك كريدت أعلى اللي أنت تعدي المرحلة دياتي محتاجين برضو نوضح أن أنت محتاج تكون محدد جداً في الكتابات بتاعتك يعني لو أنت هتكلم مثلاً على الجزء الخاص بالـ Hazard Inification and Risk Analysis ما ينفعش اللي أنت تقول اللي أنا عندي في الشركة موجود لنظام إدارة المخاطر محتاج تقول بالضبط إيه اللي أنت بتعمله في نظام إدارة المخاطر هل أنت بتشارك في Risk Assessment Studies هل مسؤول عن مراجعة الـ Recommendations اللي تطلع من الـ Studies ديات أو التراكينج لها محتاج توضح بالضبط إيه اللي أنت عملته أو بتعمله في الوقت الحالي نيجي لخطوة رقم 8، في خطوة رقم 8 بيطلب منك اللي أنت تسجل ثلاثة رفرانسز يكونوا اشتغلوا معاك ويأكدوا الخبرات اللي أنت كتبتها في الخطوة رقم 7 بيتبعت لهم الـ Application بتاعك وبيتبعت لهم العشرين element والكلام اللي أنت كتبتوا فيهم ويبقى مطلوب منهم أن هم يراجعوا الكلام ده ويدوا confirmation على كل element لو افترضنا أن الثلاثة رفرانسز في أي حد فيهم مردش الـ CCPS هتبعت لك وتطلب منك اللي أنت يأما تكلمه أنه يرد يأما تغير الـ Reference اللي أنت كنت حق في الخطوة رقم 9 بيطلب منك بعض التأكيدات اللي أنت المفترض اللي أنت هتعملها ويتأكد اللي أنت عندك المعرفة بالنقط ديت نقط مهمة جدا بالنسبة للـ CCPS التأكيدات ديت بتبقى زي اللي أنت هتمتحن الامتحان بنفسك اللي أنت مش هتسجل الامتحان أو اللي أنت هتصرب الامتحان ده لأي حد تاني أنت عارف كويس اللي امتحان تكلفته والـ Application والفلوس اللي أنت هتدفعها هتبقى غير خبير تبقى عارف كويس اللي أنت في حالة اللي أنت نجحته بخط الـ Title هيبقى مطلوب منك اللي أنت تعمل ده جديد بشكل سنوي والتجديد ده هتدفع فلوسه وهتحق الـ Requirements بتاعته نيجي الخطوة الأخيرة اللي هي الخطوة العشرة الخطوة ديت هي خطوة دفع الرسوم وتسجيل الـ Application خلصت ودفعت وسجلت الـ Application السيسي بي اس بتبعتلك يميل دائرك وتتأكد عليك اللي أنت خلاص كده بقيت متسجل واللي هم هيبدأوا يراجعوا ويرسلوا الـ References بيبعثوا في خلال يومين ثلاثة لكل الـ References وبيطلبوا منهم اللي هم يردوا عليهم بعد الـ References بترد بتبدأ السيسي بي اس تراجع الـ Application وفي خلال أسبوعين بيردوا عليك سواء بالقبول أو بالرفض نرجع بقى للسؤال الأولين اللي سألناه في البداية لو أنا ما عنديش خبرة بالـ Processing إيه اللي أنا مفروض أعمله الإجابة بمنطقة بساطة هي أنك تبني خبرتك تبني خبرتك إزاي؟ لو أنت شغال المعطلوب منك اللي أنت تشارك في كل ما لها علاقة بالـ Processing احضر Risk Assessment Studies شارك في Incident Investigations شارك في أي موديفكيشن بيتم في المحطة بتاعتك راجع الـ Operating Procedures وراجع الـ Documentation وراجع الـ Drawings الخاصة في المحطة بتاعتك أي Audit تم راجع Audit Findings ويعرف الـ Recommendations اللي بتطلع من Audit بحصلات راكنج و Close Out ده لو أنت كنت شغال طيب لو أنت كنت لسه بتدرس مهتم بالـ Processing هيبقى مطلوب منك اللي أنت تقرأ كل ما لها علاقة بالـ Processing وتتواصل مع جملاء لهم نفس الشغاف محتاج برضو اللي أنت تبقى مسجل في كل المنتديات والمواقع والـ Groups اللي هي متعلقة بالـ Processing أو مهتمة بالـ Processing هيبقى مطلوب منك سواء كنت شغال أو بتدرس اللي أنت تقرأ عن حوادث الـ Processing في الـ Industry مفيش أفضل من الموقع الخاص بالـ Chemical Safety and Hazard Investigation Board الموقع ده بيكلم على الحوادث اللي بتحصل في الـ Processing وبيشرح الـ Incident وبيديك data كويسة جدا عن الـ Elements اللي هي في الـ Processing وهو يعتبر مصدر من المصادر قوية جدا في الـ Processing في الفيديو الجاي هتكلم عن 3 نقطة هتكلم على الشكل العام للامتحان هتكلم عن إيه المراجعة الأساسية اللي أنت محتاج تكون إريها كويس قبل ما تدخل للامتحان وآخر نقطة هتكلم على طريقة التجديد السنوية للـ Title الخاص بالـ Processing استنوني